السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك وعملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير يا رب دايما تكونوا بخير ويا رب فيديوهاتنا المتواضع عكم بتعجبكم انا باعتذر منكم جدا لاني تعبان شوية وصوت تعبان اه واتمنى رب التوفيق للجميع النهاردة بإذن الله هنعمل اه وصفة جميلة جدا تنفع معانا للصيف وتنفع معانا للشتاء جميلة جدا اه على قد ما هي حلوة ولزيزة على قد ما هي مفيدة للمعدة وللقولون وللنحفة والحاجات كتير جدا لان هي فيها مواد جميلة جدا ومكوناتها بسيطة جدا تعتبر ما فيهش مكونات أصلا لان المكونات بسيطة جدا 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 اه مش محتاج اي حاجة خالص هنسمى الله ونصال على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام وصالوا معانا على رسول عليه افضل الصلاة والسلام في التعليقات عشان لأجار كلنا بإذن الله وحية الرسول ما تنسونش في اللايك وتدعموني بإذن الله عشان فيديوهاتنا ترتفع بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم هنسمى الله معنا كوباية واحدة من الدقيق هنعمل البوزة المصري بطريقة سهلة جدا 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 وبسيطة ان شاء الله هتعجبكم ومفيدة جدا لكل الأعمار هنسمى الله ونبدأ معايا كوباية من الدقيق ومعايا أربع كوبايات بنفس الكوباية من الماء والله حابة تحط الدقيق والماء وتضربهم بالمضرب كلهم قبل ما تحطوهم على النار ما فيش مشكلة حابة تحط الدقيق وتحط كوباية بالكوباية عشان تتحكمي في في التقل بتاعها أو السمك ما فيش أي مشكلة دلوقتي أنا حطت كوباية من الدقيق وعليها نص كوباية من السكر وحطت كوباية واحدة بس من الماء هرفعه على النار دلوقتي وابدأ أدوب فيه كويس جدا جدا قبل ما أرفعه على النار شايفيه ما شاء الله هيبدأ يعمل كتل كده زي المهلة بي تمام هبدأ تاني أدوب فيه كل ما يتقل أزود كوباية من الماء تمام بسم الله ما شاء الله خليك معي على الخطوات هتدقى سهلة جدا جدا وبسيطة ومش هتضطر تشتريها أبدا مرة تانية من الشارع وهتعملها ببيت الجاملة جدا والكل هتعجبه هتتشرب كده أو تتكب المعلقة ساقعة كده جميلة بسم الله ما شاء الله طبعا أنا دلوقتي حطت الكوباية التانية وبدأت برضه على النار أدوب برضه لحد ما الخليط كله يختفي ويتجنس مع بعضه شايفين ما شاء الله دلوقتي أنا حطت الأربع كبيات من الماء على الكوباية الدي تمام وبدأت خلطهم على بعضهم وسبتهم بقى يبردوا شوية دلوقتي معي قطعة من الخميرة البيرة عادي خالص لو حطت معلقة من الخميرة الفورية وعليها معلقة من السكر دوبتها كويس وبدأت إن يعني تاخدوا جد معي كده واختبر الخميرة حتى لو أشوفها كويسة ولا لأ إن الخطوة دي مهمة جد دلوقتي الخليط بتاعي تجنس مع بعضه شايفين هرفعه بقى من على النار واسيبه يهدى شوية يعني يهدى كده مش يبقى سخن أوي زي ما هو كده وحطه على الخميرة طبعا مش عينف تمام هسيبه يهدى معنا شوية وحط عليه الخميرة اللي احنا مجهزين خلاص كده شايفين والله زي يعني أنا دوبتها ساعتها حاسيت إنها زي المهلبية اللي احنا بنعملها في البيوت تمام زي ما قلت لحضراتكم إن أنا بحط الكوباية المية كوباية كوباية دلوقتي آآ جات مرحلة الخميرة اختمرت معنا شوية والخليط هدى معنا فبدأت إني أقلب كده مع بعضه لحد ما تجانس لو حطتي في الخلاط الكهربائي ما فيش أي مشكلة خالص ينضرب ضربتين برضو أو بالمضرب السلك زي ما حضراتكم شايفين كده شايفين ما شاء الله لو وصلتم معنا للنطة دي ما تنسوش تدعموا أختكم في اللايك واشير عشان الكل استفادوا معنا رشا من الفانيليا شايفين ما شاء الله ركوة إلا بالله طبعا هغطيه أو أسيب الشافشاء مكشوف ما فيش أي مشكلة خالص وحطه على رف التلاجة يسقع معنا شوية ونقدمه بالهانة والشفة يا رب الأولادنا بألف هانة والشفة للكل يا رب شايفين القوام زي القشطة والله زي القشطة بالظبط أهم من ده كله إنها مفيدة جدا 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 دي المعدة وللقولون آآ ويعني مفيدة مش إن هي حاجة حلوة وخلاص لا مفيدة للجسم عمتا والأولادنا آآ ويارب يكون الفيديو بتاعنا النهار ده عجبكم ولو عجبكم ما تنسونش في اللايك والشير واشتراك في القناة واشوفكم على خير في فيديو قادم بإذن الله سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر